شريف الخشاب بسأل خير يا كابتن شريف أهلا بحضرتك والسعادة بوجودك معنا نهاردة أهلا بك يا محمد تحياتي لك وكل سنة والطائبين جميعا وسعيد إن أنا أكون معاك ويا رب دايما كده في الظهار وبتمتع أنا بتفرق عليك دايما يعني ربنا يخليك دي شهادة عتاز بيها وتسعدنا بوجودك معنا على الشاشة الله يخليك آخر التكريمات كانت حسب معرفتنا كمان من حضرتك وتابعنا أخبارك كانت في الدوري العماني في سلطنة عمان أصلت على أفضل مدارب في الدوري العماني مضبوط أنا أعطي في عمان حوالي ثلاث سنين بسكت ساعت نادي مسقط موسمين ونادي الخبورة موسم وكانوا الاثنين في بداية صعودهم لدور المحترفين ونجحنا أن نعمل مركز متقدم جدا خبورة وصلنا نهاء كاس السلطنة وصلنا مركز رابع في دور المحترفين ودوري صعد النادي صعد لسه مسقط نفس حكاية كان لسه صعد وأول موسم قعدنا في الدوري كان متزيل الجدول لما روحت وبعدين الموسم اللي بعته نفسنا ومشينا كويس الحمد لله يعني كانت تجربة مميزة والحمد لله يعني عملنا سمع المدارب المصر هناك كويس راضي عن حصيلة خبراتك وتجاربك كابتن شريف خارج مصر سواء مع تشاد مع المنتخب أو في الدوريات الأردنية والعمانية والله الحمد لله أنا راضي جدا لأن أنا عندما أعتقد خاص كده وأعتقد أن أي حد بيحاول يرفع من شأنه أو اسم بلده بيحاول يكتهد فأنا دايما بحاول أكتهد وعندي معتقد داخلي أن لما تكتهد لازم التوفيق صاحبك ممكن في الأول تتعثر شوية إنما النتيجة في النهاية أن أنت بتنجح نتيجة أن أنت بتبزن مجودة علي وبتكتر الحمد لله أنا اشتغلت في السعودية في نادي الأنصار موسم اشتغلت في الأردن موسمين اشتغلت في عمان ثلاث مواسم مسكت منتخب تشيات موسمين غير الأندية اللي في مصر اشتغلت فيها يمكن فترة ساعة قيام الصورة 25 عناير لحد النهاردة دي خدتها كلها صفر خارجي لفت لفة كبيرة كده ورجعت أتمنى بإذن الله أن يكون في استقرار إن شاء الله يكون في استقرار في القاهة طيب بخبراتك الكبيرة سواء المحلية أو الدولية في عالم التدريب كابتن شريف الخبر الرئيسي اللي بدأنا به هذه الحلقة النهاردة هو إعلان النادي الأهلي رسميا لنجاح إجراءات التعاقد والانتهاء من التعاقد لانتقال صفوف النجم المصري حسين الشحات من العين الإماراتي إلى النادي الأهلي تقييمك للصفقة أولا أنا صفقة بكل المقاييس طبعا صفقة نجحة جدا وكلنا متابعين وشافين حسين عامل إيه في الإمارات ووصل مع العين الإماراتي لنهائكس العالم العيد مماز جدا مفيد جدا سواء لمنتخب مصر أو للنادي الأهلي أو لأي فريق بشترك فيه بيبقى ورقة رابحة مميز إنما أنا بس عايز أشير لنقطة مهمة جدا يعني بعيدة عن الانتماء لأي نادي أنا بتكلم نقطة فنية بس عايز أقول إن في تعلمنا ودرسنا في التدريب إن إنت لما بتشتغل فنيا وبتوصل لطب قمة الهرم طبيعي جدا كيرفي بينزل تاني ده ده حاجة بديمي معروفة عالمية ده يعني ما فيش في العالم فرقة بتفضل على القمة على طول لازم كيرفي بينزل بس هي الشطارة إن أنزل واطلع تاني إزاي دي نمرة واحد نمرة اتنين لما نجي نتكلم فنياً لازم نبعد أي أهواء شخصية بعيدة عن الفنيات بمعنى بمعنى إن أنا بكره محمد الجندي فمحمد الجندي يقول أحلى كلام في الدنيا هو بالنسبة للغرب هو غير محل دماغي إنه غير مقبول فلما يجي نادي أو مجلس إدارة أنا مش قابله أو أنا ضده ويجي يعمل حاجة صحة مش نفسي مش جايباني إن أنا أقول إنه صح وبالتالي لما بيجي النادي الأهلي في صفقات كتير حصل إن نتيجة فيه ضرب عمارك السنية بدأت تجور في النادي الأهلي بعض اللعيبة ها كان دكتال بدلاء ناقصها ناصر كتير مش على مستعرف الملعب وخد بالك من شروط الفرقة البطلة أو الحصول على بطولة إن يكون عندك دكة قوية فلما يحصل ضرب في إصابات كتيرة ويحصل ضرب في إيه إن اللعيبة كتير بدأت تبقى out of form نتيجة الإجهاد الزيادة لإن نادي الأهلي من أكتر الأندية اللعبة مباريات الموسم ده وبالتالي بيحصل ضرب في المستوى وخصوصا للعيبة كبار السن ويؤثر على الدكة وبالتالي لأنه كمان البديل مش على نفس مستوى اللعب الأساس هذا اللي بدأت النادي الأهلي مش تقلي لأ وبدأت أنت تلاحظ إيه إن الرقم واحد مصاب والرقم اثنين بيلعب ورقم ثلاثة على الدكة واخد بالك وبالتالي بقت الدكة مش بقوة الفرقة اللي هي تحقق بطولة ده طبيعي كله أنا بقوله عليه طبيعي فلما تيجي تتعايد مع مدرب جديد وتتعايد مع لعيبة جداد الطبيعي في الفنيات بدون بقى الانتماء لأي شخص معين إن أنت يحصل لسه تجانس مع المدرب واللعبين تجانس مع لعيبة جداد واللعيبة الأدام وتخش فورما الكلام ده بياخد منك وقت ويحصل خلال المرحلة دي إن يحصل فيه ضرب في بعض الناديل في حساباتك مدير فني كابتن شريف الكلام ده يستغرق تقريبا كحد أدنى كام أسبوع مع الفريق اللي عنده خبرات زي الناديل إنه يوصل لحالة مرضية من التجانس والأداء في المرحلة مش أقل من أربع خمس متشاط بس ما تجيش تقول لأربع خمس متشاط في عشرة أيام لا أربع خمس متشاط بمعنى عوصة شهرين شهرين يحصل تجانس عشان فكر المدرب تنقل صح لللعبين عشان العيبة تقدر تحفظ بعض كوى الملعب يحصل التجانس إنما فيه هنا نقطة نحط تحتها خطين حمر كده مع الفرقة العادية تاخد شهرين تجانس أنا مع فرقة بمواصفات الناديل أهلي بإصرار وجمهور الناديل أهلي وأنا بعيب هنا نقطة أني لازم أنا متعود من جمهور الناديل أهلي لازم يسند لأخذ لحظة ما يستعجلش ويصبر لأنه هو بيشجع فرقة بطلة وفرقة عارفة ما حظاك شايف كمان الناديل أهلي فقد مستو دي طول الوقت النهاردة كل مباراة كل مباراة مهمة بنلاقي قبلها قررت لجنة المسابقات المباراة دي تقام من غير جمهور وده من أقوى المميزات اللي عند الناديل أهلي والدعمة له في الملعب والمؤثر على أداء لعبين مش كده بس وأكبر مساء على الكلامة كمان لعب متشاطه سمعين صدى الصوت في الملعب كأنه تمرين وده الأندية اللي تعودت النجوم اللي تعودوا يلعابه قدام جمهورهم المباراة بالنسبة لهم من غير جمهور لها يقول لك مثل صغير بس كده انتهت أفضل مطرب في مصر ويقول له اطلع غني وبس انت على الستاجيوم فيش حد قدامك شوف أداءه يبقى عامل ازاي وبعدين إملاله المدرّج الستاجيوم المسرح ده بجمهور شوف أداء يبقى عامل ازاي ادنه دايما اجباري مستواه بيبقى فيه رقيه وبيبقى يرفع من مستواه الأهم من ده بقى انت شوف مبارات النادي الرغم ان كان عنده نقص ومش وفيه ظروف صعبة كان بيمر بيها ولعبها غايبة وإصابات وكلام ده كله لما شوف أداءه في مبارات الأفريقية اللي كان فيها جمهور حتى لو كان خاصلان شوف أداءه كان بيبقى عامل ازاي في حماس في قرة حلوة فيه أداء شوف بقى الأداء لما يبقى ما فيش جمهور فيه عندها على فكرة بتلعب بدون جمهورة عادي جدا أنها متعودة على كده عندها كتير موجودة في الدورة المصري إنما النادي الأهلي منظومته كبطل نمر واحد الجمهور نمر اتنين اللعيبة والجهاز الفني وفوق كل دور الإدارة اللي بتساند واللي هي بتعمل استقرار وأعتقد بشهادتنا احنا كلنا وأنا من خارج المنظومة بتاع النادي الأهلي إن دايما بندل مثلا نقول إذا كنت عايز تتعلم أسلوب الإدارة فتعلم من النادي الأهلي لأنه بيدي الفرصة كاملة للجهاز الفني إنه يشتغل حتى لو فيه أخطاء لحد طب خلينا نمشي في النقطة دي شوية ده كلام مهم يا كابتن شريف وتحملني بقى اللي هقوله ده أقول لي يا حمد ده اجتهدات ده تقريف ده كلام مصبوط الجمهور الفترة اللي فاتت فيه ناس أو في بعض وسائل الإعلام أو في بعض المواقع متحملة جداً على مجلس الإدارة الحالي تحديداً على الكابتن محمود الخطيب والهجوم بينال شخص الكابتن محمود الخطيب طول الوقت انتوا مجبتوش صفقات انتوا مدعنتوش الفريق انتوا وعدتونا كذا مرة الأمور هتتحسن إلى آخر هذا الكلام النهاردة في صفقات مميزة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي نتكلم عن اللاعبين من نوعية رمضان صبح يحسن الشاحات لا خلاف على الأسماء دي مع صفقات تانية من داخل وخارج مصر هنسمع ولا لا الأيام اللي جاية هجوم من نوع تاني والله انتوا جبتوا حسين الشاحات معقول تدفعوا كل الفلوس دي صفقة دي غالية قوي ده ده انتوا كده تقييم غلط ده ده الفلوس كذا طب ممكن نجيبوا الصنع اللي فاتت أرخص هل احنا بصدد حالة عداء مستمرة موجودة ضد كيان النادي الأهلي ومجلس إدارته حتى في الحالات اللي فيها الشكل فيه إخفاق أو نجاح حتى لو فيه قرارات سليمة وفي موعدة هو فيه حاجة بالنسبة لي أنا شايفها أكتر شوية وهي أن يجي العداء من بعض المنتمين للنادي الأهلي لأن أنا مش متعود على دي أبدا أنا متعود أن أنا في النادي الأهلي بساند الإدارة الموجودة حتى لو كنت أنا ضد الإدارة دي ده أنا ضد محمد الجندي ده وضع إنما أنا مع النادي الأهلي قلبا وقلبا وأتمنى نجاحه فلازم أنحي الخلافات دي وأبو فكر في إصلاحة الكان أنا متعودين على كده من أيام كابتل صالح سليم من وانا الأمر ده تغير من وانا لسه في المنتخب وكنا بنيجي نعمل معسكراتنا وتدريباتنا في النادي الأهلي فالأمر ده أنا شايف أنه أوفر شوية اليام دي والغريبة أنه على شخصية بمواصفات الكابتل محمود الخطيب يعني إذا كنت عايز تتعلم الالتزام والأخلاق والمبادئ وكلام ده وإحنا لعيبة كنا نبص الكابتل الخطيب وإحنا بنلعب هو قدامنا في الملعب فالكابتل الخطيب مثل يحتزى به فأعتقد إذا كان أنت على خلاف سواء بسبب انتخابات أو لغرات شخصية خليك على خلاف معاه بعيدة عن المنظومة نفسها لأن أنت وبحثك عن الأفضل للنادي لعلي نفسه أو تصحيح مصار أيوة فأنت خليك الأول إيد بإيد لتصحي المصار عشان ننجح كنادي وبعدين أنت صفي خلافاتك بره ده موضوع تاني أو لما أجيلك فرصة أنزل الانتخابات ونجح ده موضوع تاني إنما أنا عايز أقول اللي أنا أشوفه غلط يعني مثلا أنا أديك مثال مباراة برمز في رمضان صبحي من أفضل لعيبة الموجودين في المباراة في مباراة من الصفقات اللي لسه جاية للنادي الآله محدش يختلف أنه صفقة نجحة ونجحة بامتياز إنما اللي كاره هيجي يقولك إيه ده فيه لعيب جايبين له عارة مش عارف بكام ومش هيخش في حاجات غير فنية طب لو جبت إنت لعيب رخيص وظهر بمستقبله يقولك إيه ده ما يعمي مع جيش أنت مش جايب صفقة سوبر أنت جايب لعب عادي أنت ليه جايب رمضان ست شهر وده في المبلغ دي يعني دايماً فيه سبب لليه حبيبك يتلع لك الزلق وعدمه بك يتمنى لك الزلق طيب أنا عايز أحط نفسي مكان الجمهور شوي إحنا بنسمع رأي الجمهور بنقول لهم أن النادي الأهلي دايماً ما عندوش أعذار ولا مبررات في حالة الإخفاق أو الهزيم ومش بيبخس حق المنافس كمان بس هنا فيه ولكن إحنا عايزين نتكلم عن هل دايماً يا كابتن شريف يعني اسمح لي كم من سؤالي لحضرتك هل الأمور دايماً لما فريق كبير بحجم نادي الأهلي يخسر لازم الهجوم يروح لمجلس الإدارة ولا أحياناً بيبقى فيه أسباب تانية فنية زي ما حضرتك قلت التجانس هل اللاعبين المميزين دول اللي حضرتك بتتكلم عنهم بزلوا أقصى جهد ولا لا ولا لسه عندهم أكتر من كده هل تحلوا بسمات النادي الأهلي في المباراة دي وكان عندهم الروح القتالية وكانوا فيترز على كل كرة في تسعين ديئة ولا لا هل كان عندهم الحافز هل شفنا شكل الضغط النادي الأهلي أما بيبقى متأخر بهدف قدام حد بيروح للمرمى كم مر وبيحط المنافس في منطقة جزاءه فيه حاجات كتير فنية لازم الجمهور كمان يحتفظ فيه عوامل كتير جدا منها اللي أنا قلت عليها التجانس منها استعاب اللعيب للموقف وارتداء وفنية جديدة لسه عليه منها جهاز الفني حافظ اللعبة صح وعارف التغييرات إيه وإمتى المفتاح اللعب اللي يزقه ويوقفه إمتى شكل الفرقة اللي بيلعبها لسه ممكن يكون شافعة في حياته مرة ولا تنين لسه كمدير فني كل ده بياخد وقت الأهم من ده كمان يعني صفقة زي حسين الشحات ممكن وارد جدا وهو من أفضل اللي يبعه وتجيبه في أول مبرارة كل لسه مش موفق لسه ما تجانس فهتيجي تقول بعد ده صفقة فشل لا فإنت فيه بديهيات ليه عملنا فترة إعداد قبل الموسم لأن انت بيبع عندك هيكل تيم وبتجيب إضافات فليه سابوا فترة معينة للفرقة تعمل استبدال تعمل تغيير في اللعبين في الأجهزة الفنية وودك على الأقل شهرين المفروض بتعمل فيهم إعداد بدني وفني وتكتيكي وتدخل كل الفنيات اللي انت عايزة وبتعمل التجانس بين اللعبة وبعض عشان لما تيجي تبتدي الدور وما تحصلش دروبات اللي هتحصل في الممبارات الودية اللي انت هتبدأ تكتشفها تخيل ان انت الحاجات دي هتحصل لو انت شغال في ممبارات رسمية فالطبيعي ان يحصل دروب واثنين وثلاثة الأهم ان انا عملت في النهاية فرقة هتنافس وجيب بطولات ولا لا هي دي النقطة ولازم اعتقد نفرق بين كمان يعني مجموعتين من الأراء الأراء اللي هي بنية أمورها كلها على صراعات شخصية مع المجلس الحالي هتنتقد طول الوقت زي ما حضرتك قلت دول خارج حساباتنا تماما مفروض واللي بيحب النادي الأهلي وغيور عليه فنقضه موضوعي يعني بيقول يا جماعة انتوا وعدتونا أكتر من مرة وإحنا زعلانين أما الأهلي بيخرج من أكتر من بطولة أو بيتعرض لسلسلة هزائم ده مش مرضي بالنسبة لنا دول الجماهير المحبة للنادي اللي بتقول احنا عايزين الأفضل احنا عايزين شكل فريب أفضل نتائجه أفضل اتصرفوا بقى انتوا المسؤولين عن الكيان ده فنيا وإداريا وماليا وتنظيميا اتصرفوا حلولنا المشكلة دي ده رأيي فيه محبة للنادي الأهلي فيه غير على الفني بس أنا عايز هنا أنوه وده دور المحبين للنادي الأهلي والمش متعصبين لأن فيه فرق بين واحد محب ومتعصب فمش شايف حاجة غير المكسب ومش قابل أي عذار وفيه واحد محب وعارف المنظومة والدنيا ماشية ازاي وبالتالي المحب اللي أنا بتكلم عنه اللي يوعي اللي هو متعصب وقال له لازم نهدى لازم نصبر عن نادي النادي بغير جلده الفرقة دلوقتي فيه مرحلة تجهيز وإعادة بناء عشان ترجع بالقوة اللي هي تجيب خمس ست بطولات في الموسم تاني اللي هي تقعد ثلاث أربع خمس سنين رجبة تكسب البطولات سواء محلية هو النادي اللي أنا متعود كده أنه بيعمل فرقة تاخد لها خمس ست سنين رجبة وبعدين يحصل الضروب بسانة حي ويطلع تاني وتبدأ مرحلة تجديد تاني فأنت ما تتخيلش أن أنت هتعيد بناء فرقة في يوم وليلة ما تخيلش أن أنت هتعمل تجديدات في يوم وليلة ما تخيلش أن أنت عندك كم إصابات وسوء بتوفيق غير عادي في مراكز كتير جدا حتى اللي بيرجع أحمد فقط هلسة راجعت بصد لإطالة تاني فأنت كل الظروف لا ده المباراة دي بس وإصابة لأحمد الشيخ وإصابة لأزار يعني بتكمل بتلتة أربعة لعيبة بيرجعولك بتفقد تلتة أربعة لعيبة لازم تقول الصبر والهدوء الناس بتسأل في موضوع طول الوقت وحداك عارب يقول يا جماعة إيه كمية الإصابات اللي في النادي يعني يقول ده عدم توفيق ولا لازم نرجع بعض الأمور أنا بقول فيها عدم توفيق وفيها جزء الفني برضو لازم أشوف اللعابة دي بتتمرن إزاي اللعابة دي فيه أوفر ترينج عندها فيه حملة عالي ولا لا ما كانش يبقى لازم تشوف إن العيبة ده السن الكم المتشاط اللي بيقضوا في الوقت دوت كتير أول عليه فلازم أعمل في الوقت دوت لازم يصل عندي إن أنا أدي لواحد مثلا سنه فوق الوصل 35 سنة لازم بديله ماتش اتنين وريحه التالت ويكون عند البديل الكفء عشان إزاي يديه لوقت الريكافري عشان يرجع بقوته تاني إنما خد 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 قد وبالتالي وده ممكن يكون مدرب في الوقت اللي كان بيديله ورا بعض معزوره ده هنا بقى السلسلة كاملة الحلقة كاملة بين الجهاز الفني ومخطط الأحمال والجهاز الطبي ده شغل مجموعة نرجع بقى هنا النقطة دي إيه دخل بقى أسجل الإدارة في الحتة دي ده شغل كله فني اللي أنا بقول عليه ده بقى إنت ما بتتصب بتفقد تلات العدين مهمين مؤسرين في مطش واحد أما تيجي هنا بقى نرجع نقول بقى الحتة اللي هي إزاي بتعمل الريكافرينج إزاي بتعمل روتشن بنلعيبة بتعمل تدوير إزاي ده بيخش ده بيطلع بترايح مين بتعمل مين ده شغل فني مع طبي مع بدني كل ده شغل هو بس الجمهور بيرجع في الجزئية دي برضو بيوجه نداءه دايما لمجلس الإدارة المسؤولين في النديولوم برضو لحقونا يا جماعة شوفوا ليه في إصابات حاولوا تعالجوا ده شوفوا إيه الأسباب ودوروا وإنتوا قادرين بخبراتكم على حل المشكلة دي يعني لو في سبب خارج أمور يعني بعيدا عن حسابات عدم التوفيق بس لو في سبب علمي محتاج مراجعة في تجهيز الفريق في تدريباته في أرضية ملعب في شغل الجهاز الطبي في شغل مخطط الأحمال يعني عايزين مراجعة السلسلة كاملة الخاصة بتجهيز الفريق ودي كلها مطالب طالب أحداك بتقول زي ما أحداك قلت من غير تعصب وبحب للنادي منطقية مقبولة مطالب مقبولة وإنت سبب فيها كنادي أهلي ليه؟ لأن أنت عودت الناس ديت أن ما فيش حاجة نعرفها إلا المكسب أنت عودت الناس ديت أن أنا لازم بكسب على طول ومجهز نفسي لأي ظروف بتحصل إنما للأسف عدم التوفيق والظروف الكتير اللي حصلت في وقت واحد المفروض أن الظروف دي بتحصل أن يكون فيه ضغط المطشاط كتير إنما ما يبقاش ضغط المطشاط مع إصابات كتير مع تغيير لعبين مع تغيير جهاز فني كله في وقت واحد يعني ممكن يحصل الكلام ده بس فيه جهاز فني قاعد وحافظ ومستمر في عارف إيه بدايله إيه وعارف هيزق مين إمتى وقاعد مين وأنا دايما وإنت شغال كمدير فني بتعمل إيه رقم واحد بيبقى محمد الجندي يبقى رقم اتنين ده جاهز للظروف الفلانية رقم ثلاثة ده ده وقريب من المستوى قادر أسند عليه قادر أعتمد عليه وجاهز رقم ثلاثة وعارفه وعيني على رقم أربعة تحت في قطاع الناشئين فهم قصدي فأنت لما يكون عندك الاستقرار ده بتحافظ الكلام ده طيب السؤال عايزين إجابة صريحة جدا عليها كابتن شريف الناس بتتكلم إنه أهمية الصفقات الجديدة وصفقات مؤثرة سواء برجوع لعب بقيمة وقدرات رمضان صبحي وما ينتظر منه وعنده كتير وعنده أفضل كمان مما قدم في المباراة اللي فاتت وعنده يعني الكثير والكثير لو اجتهد مع الفريق والمجموعة اللي هتكتمل برجوع لعب مؤثر جدا زي أجهي إن شاء الله ونجم زي حسين الشحات كل العناصر دي بس الناس طول الوقت بتسألنا بتسأل أي شخص له علاقة بعائلة النادي الأهلي وهادي المنظومة يا جماعة هل النادي محتاج هافد فندر مع المجموعة الموجودة أو لا يا جماعة هل النادي محتاج مساكين واحد أو اتنين مميزين أو لا رأيك إيه بصراحة قولا واحدا النادي الأهلي محتاج هافد فندر هافد فندر ومحتاج في القلب بتاعت في الاتنين المساكين محتاج اتنين جداد تعقدات اتنين جداد مع المجموعة الموجودة ملازم وخصوصا في المركز قلب الدفاع أنا بسألك عشان حالك رأيك فني بحث اه أنا بكلم فنيا أنا شوف النادي الأهلي محتاج رقم واحد طلب دفاع وبمميزات أحمد حجازي اه قلب الدفاع اللي هو نسبة خطأ الباك شمال بقى بيلعب مساك حقيقة المرة اللي فاتت نتيجة الإصابات أو غيابات أو عدم جاهزية برضو الله يكون فعون العناصر الشابة اللي بيدفع بها في المركز ده جهاز الفني اضطر يعتمد على باك رايت وباك ليفت كمساكين فموارا انت كرجل مدير فني أوراق خلصت هتقول مش لعب وقبلها كان كريم من يدف الديفندر في الأساس يعني ما كانش باك ليفت فأنت بتيجي في وقت هتقول مش لعب يعني ولاي فأنت بتحق بتحق من حلول مين من الناس اللي موجودة اللي تقدر تحلي لأن أنا عندي بديل له يقدر يلعب في المكان ده في الباك رايت فمين يقدر يلعب في القلب فجيبه يلعب في القلب وده حلول وقتية إنما كفرقة عايزة بطولة وفرقة عايزة ترجع تاني لازم يكون عنده واحد بالمواصفات اللي بقول لك عليها دي يعني حضرتك عايز عشان تكتمل قوة وتأثير التعاقدات على شكل أدايا الفريق ونتيجه حضرتك بتقول إنك مع الأراء اللي بتقول المطالب النادي بالتعاقد أو البحث عن عنصر مميز في مركز الهوفدفندر وعنصر مميز في مركز المساك حضرتك بتقول ياريت يكونوا اتنين مساكين ياريت أفضل يعني لأن حتة دي نقصة جدا النادي لقالي النادي لقالي عنده حلول كتيرة جدا يرجع وبعد معلول ما رجع في المطش فرق كبير عمل جبهة وفيه هجوم وهو اللي صنع الهدف هو مع رمضان صبح يقدروا يصنعوا الهدف طيب لما يبقى بقى معلول وأصداره وأجيه وواحد في القلب خط الظهر في قلب الدفاع بمواصفات أحمد حجازي مع حسام عشان لا وعندنا كباك رايت عندنا أحمد فتحي ومحمد هاني كشاب مميز جدا صعد في المركز يعني عندنا عناصر لكن هجب تقول فيه مشكلة في مركز المساج تحديد أنه محتاج إضافات على المجموعة الموجودة حاليا هيعمل فرق في نتائج الفريق طبعا التمرجز الثاني بتاع عبدالله السعيد عبدالله السعيد تمرجز خاطئ بالمرة للاتنين قلب الدفاع يعني إنه هو بقى في مساحة الواحد وبمفرده في مواجهة الواحد طبعا لازم يكون فيه عبدالله عمل دلي عشان يستلمه كرة لازم هو واحد بيقابل لو خدت بالك اللي جنب عبدالله لما جاءت الكرة تلاب العبدالله باعت لأنه ما عندوتش الخبرات دي حنتكلم شوية يا كابتن شريف عن الدوري بشكل عام السناني الزمالك متصدر بيرامدز في المركز الثاني الأهلي بيحاول يعني يحصد أكبر قدر من النقاط من المؤجلات طبعا أي تعثر بيصعب عليه المهمة طبعا زي ما شفنا بيفقد نقاط بتصعب عليه المهمة مع ارتباطه طبعا وانشغاله بالبطولة الأفريقية وأنه يريد أن يحصل على هذه النسخة من البطولة بعد فقدها في النهائي موسمين متتالين وإن شاء الله نكون موفقين في الهدف ده شكل المنافسة إيه في الدوري هذا الموسم وبالنسبة للأهلي بخبراته وقدراته هذلك شايف حسابته إزاي النهاردة هو فقد عدد من النقاط بتبعده قليلا عن المتصدر هل النادي الأهلي بالقراءة أو نظر لتاريخه وفي مسابة الدول قادر على المنافسة الموسم ده ولا لا النادي الأهلي بعد ما يحصل اللي أنا بقول لك عليه دوت إذا كان فيه التداميات الموجودة دي ويحصل التجانب السريع وأعتقد أن يعني الوقت في صالحه إن شاء الله في الفترة اللي جاية عنده القدرة هو معود جمهوره معود معود مصر كلها أنه هو سهل أنه يرجع في أي وقت في سنة كانوا 13 نقط أو فرق جبير وسهل جدا في سنة كانوا فرق 13 نقط بس مهم إن النادي الأهلي يعمل دلوقتي مهم إن النادي الأهلي يشيل الضغط عن اللعيبة شوية بمعنى بمعنى أن أنا مش عايز كل كل وقت إحنا إحنا بنلعب عشان ناخد البطولة إحنا بنلعب لا إحنا بنلعب دلوقتي عشان نكسب المباراة دي بس مقسبك من البطولة خالص لإن لما أجي أقول اللعيب عايز غطوا البطولة وبعدين اللعيب يلعب النهاردة وبعدين يبصي لقى الفرق كذا وزهنه مشكت فيه فرق كم نقطة وحيضر يحصل أنا خليني ألعب على أني بلعب مباراة كؤوس أنا مش في دماغي بطولة أنا بلعب وبجدد فرق وبعمل فرقة جديدة عشان الجمهور يهدى شيئا وفي نفس الوقت بقول لعبتي أنا بلعب كأس مباراة كؤوس يعني النهاردة بلعب عايز أكسب وهم شغالين بالطريقة دي هتبصي تلاقي نفسك قربت بدون ما تتلم أم أقرب أقول له أنا أعزل بطولة واخد بالك إنما أنا مش عايز اللعيب مضغوط وجمهور ضغطه ونازل ومش شاف قدامه وقل له أن فيه فرق بينه وبين تعاو أن كل مرة يحصل تعثر ولا تعادل ولا فقد الحي نقاط دي مشكلة بتزيده فأنا بلعب عشان أكسب بلعب عشان أكسب يبقى أعصابي هادية أو عشان أكسب لازم أكون دفاعياً كويس ولازم ما يجيش فيها جون وبالتالي يبقى أنا طول التسعين دقيقة قريب للمكسب إنما مش بلعب عشان هندفع أو منضرب جون وبعدها بقى مطلوب منه أتعدل عشان أكسب واخد بال حضرتك فلازم الضغط يتشغل على اللعيب اللعيب مضغوط أو أنا شاف لعابة الأهلي كمية تلمس بص كتير ودي ما تجيش إلا من ضغط لأنه لما يكون إنت لعيب أنا عارف أنه إنت نسبة تلمس بص عندك عشرة في المية أما لقى خمسين في المية أنت في حاجة مش مزبوطة عندك عصبياً دعب متوتر بتلعب مش مركز بتاعها لأنه تاخد قرار جزء من السن فأنت مع ضغوط فأنا بشيل لازم أشيل عليه الضغط ودي مهمة الجهاز الفني مش الإدارة بس مهمة الجهاز الفني أن يقول للعيبة إحنا مناش دعب قصة مين ياخد الدوري الدوري لسه طويل إحنا قصتنا إن إحنا عايزين صالح جمهور صالح جمهور بيه بالمبارة دي كسبت المبارة دي أنا عايز أصالحه بالليه بعدية وأنس إن الله لكسب مطشين ثلاثة وراء بعض إنسى إنه يرجع وصل لحالة التجانس والفري خد الثقة هو حيلاقي نفسه بيقرب أكتر من المنافسة اللعيب نفسه هيرفضه نيفئة المقطة بعد كده هاي بقى في حافز تاني عند اللاعبين أقول لك لا لا إنت هتجي تقول له إحنا عايزيني يقول لك لا لا إحنا عايزيني البطولة هو اللعيب نفسه يعني الجمهور نفسه بس عشان ما حدش يقول لنا أنتو بتشبهوا الدوري المصري بالدوري الإنجليزي لا إحنا عارفين فارق المستويات وفارق الأسعار والمبالغ المالية واللياقة والمستوى الفني والسرعات والجماهيرية وكل شيء بس إحنا بنقول إنها مقارنة بين ناديين من نفس المسابة النهاردة مان سيتي في مباراته الأخيرة مع ليفر بول بيلعب المباراة دي وهو بطل الدوري في المسلم الماضي وليفر بول متفوق جدا ونجمينة محمد صلاح الفريق ونجمينة محمد صلاح في أفضل حالاتهم كويس وبيلعب مباراة بياخدها بفارق سبع نقاط ممكن يبقى عشر نقاط في حالة فوز ليفر بول وبيلعب وبيكسر يعني قصدي إن المنافسة بالنسبة له ما انتهتش لا لا انتهتش ونقرر مش بنقارن الدوري المصري والدوري الإنجليزي بنقارن بين حال فريقين في نفس المسابة أنا بأكد لك إن جواردويولا هو بيقول لعبته ما بيقولوش أنا بيقولهمش إحنا عايزين ناخد البطولة بيقولهم إحنا بطلتنا إن إحنا نكسب المباراة دي هو بيقلص الفارق إحنا بطلتنا عادة أشوف فرق الاستحواز والإصرار عنه وروح القتالية كانت أعلى من سيتي بازل موجود أكثر طبعا عمل بازل جهد كبير ومع فرق المفروض إن عندها الثقة وعندها الفرق وفحص حالتها ليفر بول أداة وففضل حالتها وإنما تانين عندهم هدف تاني هو إزاي نكسر الفرق اللي هي رجبانة دي إحنا هنا بناخد أمثلة بس من أي دوري في العالم أقوى من الدوري المصري فارق مستوى فني لصالح هذا الدوري أو ذاك على حساب الدوري المصري لكن إن الدوافع موجودة عند الفرق حتى لما بيبقى فارق نقاط كبيري صعب المهمة الفرق مش بتستسلمه بالنافس المان مع ليفر دا ستة بنت مش تلاتة بنت مثال الأهلي مع زمالك ستة بنت الأهلي مع برمد ستة بنت الأهلي مع من تالت الإنتاج أو فرقة في المربع الضهبي ستة بنت أي فرقة فوق Layran بس بكنه ثلاثة وقفوا ثلاثة أخذ ثلاثة وقفوا ثلاثة وكذا المان بيلعب ليفر بول هو في دماغهم إن أنا أخذ الثلاثة بنت ده بطولة خلاص أنا كسبت المتصادر دين امره واحد امره اتنين. عطلت مسيرته كمان. واقفته. فبدل ما بقع عشرة بقعه كام? بقع اربعة. ام. واخد بالك. ان الفرق والاجهزة الفنية بتقايد دوافع عندها. حتى لو هي موقفها اصعب. مقارنة بالمنافس في المنافس. ما واشوف الفرق سبعة. طب بعد ما ماتش الفرق كام? اربعة. اربعة. يعني بدل ما بقع عشرة بقعت اربعة يعني ستة بون. فانت هنا بتشتغل بالحتة لما يكون الظروف غير مواتية او مش في صدفك. ام. الظروف مش في صالحك بتعمل تغييرات. لازم تعمل حساباتك بطريقة تانية. حساباتك بطريقة تانية. وتضحك على لعبتك بطريقة تانية. ام. وتاخد منهم اقصى ما عندهم. انت عندك كمان حاجة فيه في صالحك كبيرة جدا ومهمة جدا. ان انت عندك لعب مش متعود غير على المكسب. فسهل بسرعة ان يرجع تاني للمكسب. غير لما تكون انت معاك لعيب متعود انه بيكسب ماتش وخسر ماتش وتعدل ماتش وبطولة تيجي السنة دي. ما عندهوش ثقافة الفوز. ما عندهوش ثقافة الفوز. لأ انت عندك كل اللاعبين عندهم ثقافة الفوز وبالتالي سهل ان يرجع بسرعة. طيب من وجهة نظرك بقى فنية انا كنت انشريت. اي سبب يعني حالك بتقول التجديد وعدم التجانس. هل في اسباب تانية اي سبب تعثر الفريق? لانه الحقيقة الكل بيجمع على ان الفوارق الفنية بين فرق الدوري مش كبيرة. والاهلي من اميز الفرق ان ما كانش عنده افضل مجموعة من اللاعبين حتى مع الاصابات والغيابات الا انه ما احترمنا طبعا لوجود عناصر متميزة في اكتر من فريق منافس وما فيش خلاف على قدراتهم. لكن الفريق اللي عنده اكبر عدد من اللاعبين اللي عندهم مهارات خاصة وقدرات او مواهب فطرية في الدوري الممتاز. ما عارفش حداك شايف انه الاهلي ولا لأ. اعتقد انه الاهلي. النادي الاهلي عنده متقاومات بطولة ودي بشهات الناس كلها حتى لو هو. يعني عنده ميزة. النادي الاهلي السنة دي في من قيمة خمس ستة اسابيع كان ترتيبه الاخير. مش كده ولا ايه بان عدد مقابرات اللاعب اولي لو بالتاري كان في الجدوة الاخير. انه مع اهل حد من الفنيين ولا المحللين. كان يقول غير ان الاهلي لما ده يرجع يلعب مطشاطه هيطلع فوق. طبيعا معروف. امكانيات النادي الاهلي ايه وعنده اللاعب اشكلها ايه. وهي العملية عدم توفيق مع ظروف صعبة للاصابات كتيرة. انما النادي الاهلي قادر ان يعود ويعود بقوة. النادي الاهلي عنده المقاومات الفنية كمان. العيب عنده. العيبة مميزة جدا. انا في وقت من الوقات كنت يعني بقول اكيد المسؤولين عن منتخب مصر دول. بتفرجوا على مطشاط تانية لما وليد سليمان. يعني يعني حتى الناس زعلت من بعض الناس اللي في التحاد. زعلوا يعني انت قلت. انا شايف وجهة نظري ازاي وليد سليمان راجل افضل لعيب في الدورة المصري وما يشوفون منتخب. انت تقول سنه كبير تمان? انت اخذ احمد محمد كبير. احمد محمد على فكرة ابني يعني من انا اللي جايبه المحلة. اه ما عندكش اعتراض على وجوده في المنتخب بس تقول انه لازم الفرص دي تبع عند كل اللاعب. فانت الفرص تبع عندك كل اللاعب والديل وسيدة حتى ممكن يبقيتها ضغيار مفيدة لك. فعايز اقول لك نادي الاهلي عنده مجموعة لعيبة مميزة قادرة على العودة بس محتاجة الصبر. صبر رقم واحد من الجمهور. يعني لازم الجمهور يصبر لان الجمهور نادي الاهلي من ضمن سماته ان الجمهور بتاعه انا 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 ما اتكلم عن فريق لان الجمهور اما بيزعلك عبدالن شريف بيقول ايه. انتوا بقى غيروا الفرق خالص كان ما فيش ولا لعب. لا 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 لا. لما افكر في قدرات الفريق حتى الهجومية انا بتكلم عن حالة عدم توفيق او عدم جاهزية عدد من اللاعبين او نقص في الصفوف. بتكلم عن فريق بيضمه في صفوفه. صلاح محسن. بتكلم عن الموجود والمصاب. يعني مروان محسن. وليد ازارو. مؤمن زكريا. ده في منطقة الهجوم بس. اجا ايه. ووليد سليمان. واحمد الشيخ. واجا ايه. وصالح جمعة. يعني تكلم عن عن وحمودي. وناصر ماهر. ايه. 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 يعني المجموعة حتى اللي صاعد. انا انا عاز اقولك اي لعب من اللي انت قلت عليهم دول يقوم فرقة. احنا شفنا فرقة في الدورة بتاعمل. ايه. 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 انا نقود المصري عنده جمعة بس. في يوم الام كان المقصة. الحقيقة ما احترمنا طبعا لخدرات الفريق. ايم على تقلق احمد الشيخ. كان هو اللي بيقود الفريق ده. بشكل مميز جدا. في الدورة. اي لعب واحد مميز. اي لعب من ده الدورة تتمنى اي لعب من اللي انت قلت عليهم دول بس يبقى عنده كمهاجم يقوم له فرقته. وبالتالي انت العناصر موجودة. اذا كان مصوب. ولكن. الاصابة فبعدها ظروف خارج عن ارادته. وبعدين اين بيجي عندك اصابة تخيل مثلا. عندي ثلاثة في مركز معين. يوم الاساسة واللي احتياطي والثالث مصوبين في نفس المركز. وبالتالي انت مركز في قدته. بتلعب واحد بقى مش في مركزه. وبالتالي الظروف ده هي اللي وصلت الوضع في النادي الاهلي كمركز او مساوى فن الكده. انما لما الناس دي كلها النادي الاهلي بيرجع لوضعه الطبيعي. ان شاء الله نتمنى الامور تكون افضل في الفترة الجاية. مع الاضافات الجديدة. هم نتكلم عن عناصر بقوة رمضان صبحي وحسين الشحاد. بنتكلم عن لعبين لهم ثقل. مع الاسماء اللي قلناها دي. اعتقدت هتبقى الامور فيها. اهم بقى من الامور الفنية دي. دي امور فنية بعيدة عن الادارة خالص اهو. اهم من كده. شغل جهاز الفني. شغل جهاز الفني مع بعضه. زي يزبط المسائل. وفوق كل ده نقطة خطيرة كنت بخاف منها. اهم. لو انا كذبان النادي الاهلي. يعني انا متعود ان انا ماسك اي فرقة. وخسران. الجمهور خلاص قاعد ساكت ان ما كانش بهاجم. خلاص. انا وانا بلعب النادي الاهلي. لو انا كذبان. ناعي طول الوقت ان جمهور النادي الاهلي بيشجع لحد ديها خمسة ساعة. تخيل. وفرقته مهزومة. فده كان في صبر من الناس شوية على الفرقة وعندهم ستخ. ويمكن ده جزء من زعل الجمهور من الفريق انه حتى مارجعش في المباراة الاخيرة. لان النادي تعود النادي بيعمل الفارق وبيتعادل. ويكسب في الدقاية الاخيرة دايمة. ماشا. فاحنا متعودين ان نروح القتالية بتعلى جدا لو الفريق المنافس متفوق في الملعب. بس يعني عايزين نعرف ان في ناس راجع من الاصابات لسه. مجلزتش. ان الفريق مش فحالته الكم. لسه مش فحالته. فانت حاولته وخد بالك. كان في اي لحظة ممكن الاهلي يرجع. او لا ايه. في شك في ضربات جدا. اه طبعا لا طبعا. احنا نتكلم عن عناصر بقى. اه. يعني احنا بنقول ان الاهلي لا يعلق الهزيمة على اي سبب او مباراة خارج الملعب. ولكن في امور محتاجة براجعتها. اه. يعني المباراة موجودة نشوف مين في تكافؤ فرص خرارات التحكيم شكلها ايه. بحاوله قدت ان انت مرجعتش. فمعلش المرات يعني نصبر برضو عن الناس لحد ما ترجع ويبقى الفورما اللي احنا عارفنا بعد كده نبدأ انه حاسر. انا بس من المدرسة اللي بتثق قوي في قدرات النادي الاهلي. لاعبين واجهزة فنية وكده فما وبصش على المؤثرات الخارجية. انا عارف انها بتؤثر في العالم كله. بيقى في احتجاج عليها في اي دوري. وعلى اي مستوى من الفرق واللاعبين. بس بشوف النادي الاهلي عنده القدرة انه يتفوق حتى مع المشكلات الموجودة عندنا. مزبوط في فيه طبعا المؤثرات. يعني انت لما تفتل ضاغط ضاغط ضاغط. والفرص ما بتجيش. كرة تيجي في العرض وتطلع كرة تيجي مش عارف ايه تيجي ايه او ضرب الجزاء ما تحتسبش. بس انا مش بميل الحديث عنها. ماشي. لاني عندي ثقة ويقين ان فريقنا. وتاريخ النادي الاهلي والقدرات وخبرات لعبيه. والاجهزة الفانية الموجودة عندها القدرات انها تتخطط. ما بنحملش حتة. لكن هي بتزود المشكلة. اه. انما هي سبب الاسباب. انما ما بنقولش ان ده السبب الرئيسي. انما هي سبب. انما ما نجي نتكلم صح. وقلنا الاسباب ايه. صابات كتير. اه. في ضرب في المستوى الفاني اللاعيبة نتيجة الاجهات في واحد اثنين تلاتة اربعة. بعد ده كل قلنا كان ممكن. ان ممكن يرجع لو فيه توفيق مش 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 قصد. عدم قصد او حاكم قاصد لا. حداك بتقول على ايه. عدم توفيق زي ما فيه عدم توفيق لللعيب اللي بيحطها خطها في الاود. فيه عدم توفيق للحكم. عادي. صحيح. حداك مش بتقول ان فين اياه مبايتة. بس اعتقل انه ما كانش القرار صائب. او انه ما كانش موفق في القرار ده. طيب خلونا تعاقف مشاهدينا مع فاصل قصير وانا عود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحواد. اهلا بحضراتكم مرتانية. لسا معاكم من خلال الاهل الليلة. ونجدد الترحيب ضدنا في الستوديو الكابتن شريف الخشاب. اهلا بك مرتانية. اهلا بك محمد. عندنا بس بعض النقاط المتعلقة بالامرين. قضية انتقال لاعب النادي الاهلي السابق عبدالله السعيد الى نادي بيراميدز في الدوري المصري. وايضا بعض الامور والبيانات اللي بتحتاج الى اضاحة وتوضيحها للسادة المشاهدين. عن علاقة نادي الاهلي بشقيقه والعين الاماراتي. ونجاح ايضا الصفقة الخاصة بانتقال اللاعب حسين الشاحات. او النجم طبعا حسين الشاحات. الى صفوف النادي الاهلي المصري. خلينا نبدأ بنجم النادي الاهلي السابق عبدالله السعيد. وانتقاله الى صفوف بيراميدز بعد تجربة مع نادي اهلي جدة السعودي. لم تستمر. والنادي الاهلي بيرسل هذه المذكرة مرة تانية تأكيدات بارسال مذكرة ومخاطبة رسمية بين النادي الاهلي واتحاد الكرة المصري لتفعيل العقد الثلاثي. بين التلات اطراف النادي الاهلي طرف اول. والطرف الثاني النادي اهلي جدة السعودي. وطرف تالت اللاعب المصري عبدالله السعيد. بتؤكد ادارة الاهلي. الدفاع عن حقوقها. المالية والادارية والتعاقدية. وفقا لبنود ونصوص هذا العقد. وشكواها في ان بنود العقد الثلاثي واضح. تقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث. اهلي جدة وعبدالله السعيد. بالمسئولية مسئولية الطرفين الثاني والثالث عن حقوق الطرف الاول في هذا العقد. النادي الاهلي المالية حال انتقال اللاعب لأي نادي. جاء ذلك بعدما قام اتحاد الكرة بقيد اللاعب ضمن صفوف نادي بيراميدز الجمعة. منتقلا من اهلي جدة السعودي. بدعوة ان اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي بالتراضي. وتصور البعض ان هذا الفسخ يحرم النادي الاهلي من حقوقه. وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي. والتي تؤكد على حقية الاهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار. خاصة وان البند التاسع من العقد نص على انه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري او ثانوي او تغييره او تحوير معالمه. ما لم يوافق عليه على ذلك جميع الاطراف. وفي هذا الجانب لدينا ثلاث نقاط واضحة ومحددة. النادي الاهلي هنا بيعلن موقفه الواضح. بعد المشاورة مع الخبراء القانونيين في النادي الاهلي. وبعد مشاورة الكوادل الموجودة في هذه اللجنة المختصة بمتابعة هذا الامر بقيادة رئيس مجلس الادارة الكابتل محمود الخطيب. المذكرة واضحة بان العقد الثلاثي واضح ويحفظ لكل نادي حقوقه. نادي الاهلي نادي اهلي جدة كيان كبير وتربطه علاقات جيدة ورائعة بشقيقه الاهلي المصري. ولا نعتقد انهم يسعون لإلحاق اي ضرر بشقيقهم هنا في مصر. ولم يسعون لفسخ التعاقد بشكل نوديه لإضاءة حقوق الاهلي المصري في صفقة السعيد. عبد الله السعيد كلاعب طبعا سابق ونجم سابق في المنتخب الوطني وفي صفوف النادي الاهلي. وحقق نجاحات كبيرة في فترات سابقة مع النادي الاهلي. هناك تأكدات من النادي على انه لا يمكن ان ينكر نجم المصري عبد الله السعيد فضل النادي الاهلي عليه. والنجاح المشترك اللي تم بتجربتهم معا اللاعب في صفوف النادي الاهلي. والنجاح اللي تحقق مع مجموعة من اللاعبين والإنجازات اللي تمت في الفترة اللي فاتت عندما كان السعيد بيرتدي فانهلة النادي الأهلي وضمن صفوف نجوم هذا الفريق الكبير لا يمكن أن ينكر فضل النادي الأهلي عليه ولن يكون يوما سببا في إضاعة حق النادي الأهلي الذي لمع بين صفوفه حتى وصل إلى المنتخب الوطني دي بعض الاجتهادات لنا كفريق عمل بنناقش الأمر بنقول أن أكيد الأمور هتاخد مجرها القانوني السليم أنا مقدرش أتكلم عن هذا الأمر إلا وأنا أمامي كل البيانات الصادرة ولكن بناطق طبعا في الرؤية الخاصة باللجنة المختصة بهذا الأمر ومنصة عليه البنود الخاصة بهذا العقد النادي الأهلي بيقول أن هنا البند الصريح اللي بينفي فكرة أو حديث البعض عن إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي وندي وضيع حقوق النادي الأهلي أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق عليه جميع الأطراف اللي هم الأطراف الثلاثة الأهلي المصري وأهلي جد السعودي واللاعب عبدالله السعيد طرف ثلاث في هذا العقد وطبعا الأمور دي هتحصم عن طريق الجهات المختصة والقانونية والمخاطبات اللي هتتم بين الأهلي المصري ونظيره السعودي واللاعب والتحاد الكرة المصري نتمنى الأمور تخرج بالشكل اللائق الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف وفقا لهذا التعاقد سواء النادي الأهلي المصري أو نظيره السعودي واللاعب المصري أيضا عبدالله السعيد نتمنى الأمور تأخذ الشكل اللي يليق بهذه الكيانات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف وده الصورة اللي نتمنها دايما عن العلاقات في الوسط الرياضي والكروي تعليقك على الكلام دي كابتن شايل والله أنا شايف أنه ما فيش مشكلة خالص العملية سهلة جدا والعقد شريعة المتعقدين وأعتقد العقد واضح جدا ما فيش مشكلة أعتقد أن ما افتكرش أنه مقصود تحايل لو فيه تحايل ده حاجة مش مزبوطة إنما إذا كان العقد بيقول انتقال النادي عبدالله صعيد لأي نادي داخل مصر بينص على دفع على حقوق نادي الأهلي 2 مليون دولار وفقا للنصوص العقد المعروضة من خلال البيان فأعتقد أنه ما فيش مشكلة خالص ونادي الأهلي السعودي أكبر بكتير من أنه يعني يحط نفس الموقف زي ده وهو أعتقد نادي الأهلي كمان على يقين نعتقد كلنا لنادي الأهلي وإدارته على ثقة بأنه قيادات نادي أهلي جدا السعودي بتراعي طبعا الأمور الاحترافية والأمور التعقدية والحقوق دي زي ما النادي الأهلي في حرصه على التعاون مع أي نادي آخر وده هنأتي إليه بعد قليل نموذج انتخل لك سنشحات لمصر بيبقى حريص على كل الأطراف وعلاقات الناديين أكبر بكتير من باند زي دوت يعني أعتقد أن الموضوع ما يستهلش أن النادي بحجم أهلي جد أو النادي الأهلي علاقاتهم تسوق بباند صغير أعتقد أنه سهل جدا أنه يتحل بأن كل واحد ياخد حقه والعملية سهلة جدا وأنا طبعا لن أفتي في الأمر أنا مش قانوني أنا هنا بمثل للنادي الأهلي وجهة نظره وجماهيره وإدارته والحفاظ على حقوقه المالية والتعاقدية ولا أستطيع أن أجزم هنا إلا بعد استشارة أكثر من خبير قانوني عندنا بس الرؤية اللي بناثق فيها لمجلس الإدارة واللجنة المخلصة بالحفاظ على ودفاع عن حقوق الأهلي المالية وما فيها من كوادر مع الكابتن الخطيب كمان من الإدارة أو من الكوادر القانونية في النادي وهم الأقدر على شرح الأمر لأن نص العقب كاملة مش قدامنا دلوقتي وإحنا مش قانونيين فما أقدرش أقول إذا كان في صغر قانونية ولكن أثق في رؤية النادي الأهلي أنه لا يسمح بانتقال اللعب دون حصول النادي الأهلي على حقوقه وفقا لما أعلنه النادي الأهلي في مخاطبة والاتحاد الكرة تحت أي بند من الدنيا ما أعتقدش النادي الأهلي يخطو خطوة زي دي إلا هو على يقين أن يكون تعاقدية سليمة أنا أعتقد من معرفتي بإدارة النادي الأهلي أنه لو فيه شك واحد في المية ما كانش يطرح الموضوع فأنا عندي ثقة كبيرة أنه طرح الموضوع يبهما مصحيين ومصحب حقوق في هذا التعاق يعني إن شاء الله هذا الأمر ينتهي بالشكل ليحافظ على حقوق النادي الأهلي وعلى كمان العلاقات بين الأندية العربية الشقيقة وعلى العلاقات مع اللاعبين فيه علاقاتهم التعاقدية مع أي نادي وانتقالهم من نادي إلى آخر سواء داخل أو خارج مصر طبعا يليق بكل الأطراف المعنية أو بيضمها أو مذكورة ضمن بنود هذا العقد طبعا الضخم حننتقل أو مرة تانية بنبقى مع الحقوق التعاقدية للأنديا وعلاقاتها كابتن شريف فيه شكر موجه من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نظير ومجلس إدارة نادي العين الإماراتي نعتقد أنه حيكون الرأي العام بيصف الفترة اللي فاتت كان فيه حديث في فترة سابقة محاول التعاقد الأندية المنافسة كانت بتسعى للتعاقد في الوقت ده مع كل من نجمين نادي الأهلي وقت وجوده في الفريق أحمد فتحي طبعا حاليا لسه معانا كنجم من نجوم الفريق وعبد الله السعيد في هذا الوقت ويطلق عليها صفقة القرن وانتقل عبد الله السعيد وكان فيه جدل كبير جدا وصولا إلى خروج وإلى الدوري السعودي ثم عودته إلى نادي بيرامدز النادي الأهلي يعتقد أن جماهيره في الفترة اللي فاتت لها حديثة لها عن صفقة القرن بالمعنى اللي حيرضي الجماهير ويقنعهم إلا مع انتقال حسين الشاحات للنادي هي دي الصفقة اللي حتبقى مرضية جدا للجمهور لأنه شايف أنه هو اللي حيكون موجود في المركز ده وهو اللي حيضبط إقاع الفريق ويقدر بلغة الكرة يشغل كل النجوم الموجودين حواليه في الملعب بالشكل الأفضل حاليا قلت أنها صفقة فنية مهمة جدا البيان ده بيضم شكر النادي الأهلي وتقديره للتعاون من الجانب الإماراتي ومن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي بقيادة السيد غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين ونص أيضا النادي الأهلي بيؤكد على ثلاث نقاط مهمة جدا نضم حسين الشاحات بكل المعايير الفنية صفقة ناجحة ومؤثرة جدا وخطوة كانت مطلوبة على مستوى رؤية مجلس الإدارة على مستوى الشرع الأهلاوي والجماهيري وهذا اللاعب بخبراته ونجاحه وتقلقه وجوده كلاعب دولي وإسهاماته في كاس العالم الأندية وأنه قادم كمان من نادي مميز جدا فنيا وماليا يعني قادم بناءا على رغبته وحبه للنادي الأهلي ومن الجانب الآخر تمسك النادي الأهلي بيه وأيضا كابتن محمود الخطيب بنفسه تولى ملف المفاوضات والتواصل مع المسؤولين في الجانب الإماراتي في الفترة اللي فاتت توجيه الشكر على التعاون والترحيب برغبة النادي الأهلي ورغبة اللاعب رغب تمسك النادي الإماراتي بنجمه لوجوده معهم في الفترة الجاية وكانوا مش راغبين في انتقاله لأي نادي آخر لكن استجابه لرغبة اللاعب ورغبة النادي الأهلي ومجلس الإدارة أيضا كمان بيؤكد أنه في الفترة الجاية مستمر ولن يكتفي بهذه الصفقات وبيطمن الجمهور أنه حينجز المزيد من الصفقات إن شاء الله في الفترة الجاية رأي حضرتك إيه في النقاط أتمنى تكون الصفقات الجاية في المركز اللي أنا قلت عليه فدي تدي قوة النادي الأهلي دي نمرة واحد نمرة اثنين لازم هنا نحيي رئيس مجلس إدارة النادي الإماراتي لأن مهم جدا في الاحتراف أن أنت لما يكون عندك لعيب مؤثر بحجم حسين الشحات والدنيا كلها بتتكلم عليه وإنت مش محتاج ماديا فلوس وبالتالي بتسيبه بسهولة وتقيمشي ده ده حاجة مش طبيعية ليه لأن دي ترجع لأن الناس دي رياضية ومخها رياضي فوق الوصف بمعنى أنه لما يكون رغبة اللاعب عدم الاستمرار يبقى الأفضل ليه أنه نسيبه يروح يلعب في حتة مرتاح فيها نفسيا أفضل ما قاعده ويقول لا مش هبيعه وأنا مش محتاج فلوس ويلعب عندي غزبا عنه فدي تحسب لنادي العين الإماراتي أنه فضل رغبة اللاعب وفضل أن اللعيب يلعب عنده يكون عايز يلعب عنده مش العملية مادية بس لأنه كلنا عارفين نادي العين الإماراتي مش مستني الفلوس عشان عايز يبيه حسين الشحاد وبالتالي ده نجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي أنه أقنع نادي العين لصفقة كبيرة زي دي في وقت هو متوهج هناك وهو عامل إنجاز كبير هناك فإنه يقنع إدارة مجلس إدارة النادي العين أنه يسيب حسين الشحاد ده نجاح كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي وفي نفس الوقت تحية عليه حسين الشحات أنه هو أبدو رغبته صراحة وهو موجود في نادي تاني أنه يتمنى اللعب للنادي الآلي فهي بكل المخيص بنواجه التحية لمجلس إدارة نادي العين وبنشكر مجلس إدارة نادي الآلي أنه نجح في صفقة كبيرة زي دي مع العلم فيها عندها بتعمل ضجة كبيرة ودوشة ودوشة وبعدين الصفقة تطلع في الهواء بحترم جدا مجلس إدارة نادي الآلي ودائما بقول أنا يعني يا ريت الأندية كلها بتتعلم أن صمت 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 وما بحصلش أعلان إلا لما الأمور انتهت بنسبة 100% أنا طبعا يعني بنتمنى الأمور تسهير للأفضل في الفترة الجاية على يقين أن النادي كمان أهلي جدة بالتأكيد هيبقى حريص جدا على علاقته بالأهلي المصري وأنه لو فيه تأكيد أو دور للنادي الأهلي السعودي أو أهلي جدة فيه تفعيل بنود هذا العقد والإدلاء برأيه القانوني في هذا الأمر وما يتعلق بحصول نادي أهلي على هذه المستحقات المالية أكيد لن يتأخر لحظة واحدة ما عرفش موقف طبعا اللعب المصري عبدالله السعيد إيه لأنه ما بين فكرة وجوده في هذا الكيان لفترة سابقة فتسهيل مهمة الأهلي في الحصول على حقوقه أو البعض الآخر اللي هينظر أن اللعب خرج غير راضي بعد مرحلة التفاوض اللي لم تكتمل ولم تكلل بالنجاح باستمراره مع النادي الأهلي بسبب الخلافات على بعض الأمور المالية أو رغبات اللعب أو القيمة المالية قد يكون مبلغ فيها في الوقت ده أو من عدمه يعني فما عرفش موقفه إيه ولكن هذه الصورة اللي قلنا بنتمنها بس لكن لسه طبعا موقف اللعب لم يحسم والأمر يتم رفع هذا الأمر إلى الاتحاد المصري والإدارات القانونية اللي حتتحدث طبعا مع الاتحاد السعودي نظيره الاتحاد السعودي ومعنادي أهلي جدة السعودي للحديث وحسم هذا الأمر نتمنى طبعا أنه وفقا للعقد يكون في حقوق تستردل النادي الأهلي أعتقد أنه عبدالله من الزكاء وداخلية أنه أنا دخلته جواه بيتهيق لي أنه ما ينساش أبدا فضل النادي الأهلي وما ينساش أنه هو اشتغل في منظومة شاركة المنظومة دي في رفع اسمه عبدالله بشكل كبير زي ما هو شارك في نجاحات كبيرة الأهلي وأعتقد أنه لحد ما يبطل كرة يفضل يعتز بأنه كان بفترة وجوده في النادي الأهلي نتمنى يكون ده أفضل أو نتمنى تكون دي الروح الغالب على تفكير اللعب أو النجم المصري عبدالله السعيد حتى رغم أي فترة فيها توطرات سابقة لأنه بالتأكيد طبعا كانت فترة فيها نجاح مشترك للنادي الأهلي ولللاعب ومن أميز الفترات اللي قضاها كلعب محترف مش من خاصه حقه هو كمان ساهم في نجاحات كبيرة فترة وجوده في النادي الأهلي القرار هيكون له وطبعا الأمر سيحصل من خلال طبعا البنود القانونية وليس حسب الأهواء والنادي الأهلي زي ما حضاك قلت دايما لا يتحرك إلا وهو على يقين من صحة موقف القانوني في أي ملف من الملفات تعودنا على كده أسعدتنا بجودك معنا كابتن شريف وإن شاء الله يتكرر اللقاء ده ونتمنى نلتقي بيك مرة تانية وتكون مؤشرات النتائج أفضل وتقول لنا كمان انعكاس النتائج والصفقات الجديدة وسياسات مجلس الدارة الحالي من أجل تطوير قطعة الكرة في النادي وانعكاسها على الفريق والأداء والنتائج محلية والدولية أنا اللي اتشرفت بوجود معاك محمد وسعيت جدا أن أنا موجود في قناة محترمة زي قناة النادي الأهلي وإن شاء الله على ثقة كبيرة أن توفيق النادي الأهلي جاي إن شاء الله ونقصوا بس التوفيق وعودة اللاعبين وبإذن الله الدور النصري يحلو وبيحلوه لما تكون من نفسها قوية في وجود النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله وتكون أفضل وتكون مرضية للجميع الجماهير وعضاء النادي ومجلس الإدارة وكل محبي النادي الأهلي ومتابع القناة وتكون المؤشرات أفضل إن شاء الله على كافة المستويات الأداء والنتائج شكرا محمد بشكرا جزيلا لحضرتك كابتن شريف الخشاب المدرب المصري صاحب التجارب المتميزة داخل وخارج مصر في عالم كرة القدر بشكرا حضرتك كابتن شريف نهاية هذا الحوار مشاهدينا ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة فاصل ونعود اشتركوا في القناة